اشتركوا في القناة اقامتها بإذن الله في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة كل الكواليس والأخبار النهاردة الفريس تاني في تدريباته فبالتأكيد هيكون عندنا متابعة حية جدا على آخر الاستعدادات لفريق النادي الآلي اللي بيستعد إن شاء الله في الساعات القليلة المقبلة للسفر صباح الأربعاء إلى السعودية لخوض هذا اللقاء الهم والدفاع عن البطولة التي أحرز الأهل العام الماضي بعد الفوز على بيرامد بهدفين مقابل هدف حالة فيها كواليس كتيرة تفاصيل مهمة وبالتأكيد النهاردة كمان هنتناول يعني تصريحات أعضاء اتحاد الكورة بخصوص حكم نهائي كأس مصر حصل تضارف في التصريحات من المسؤول عن اختيار حكم نهائي كأس مصر هل اتحاد الكورة خاطب بالفعل الاتحادات الأوروبية هل لجنة الحكام أمت بدورها ملف مهم جدا النهاردة هتكلم فيه عن طاقم تحكيم نهائي كأس مصر بعد ما تم خلاص الاستقرار على إسناد إدارة اللقاء لطاقم تحكيم أجنبي بدلا من الحكم الدولي المصري الكابتن محمد معروف حالة فيها كأوليس كتيرة وتفاصيل مهمة ولكن نبدأ حلقتنا كالعادة بسؤال حلقت النهاردة والنهاردة عايزين نعرف من حضراتكم ما هي أفضل مباراة ما بين الأهل والزمالك في بطولة كأس مصر الاختيارات كثيرة وعديدة والمباريات ونتائجها أعتقد في زاكرة كل المشجعين فالنهاردة فرصة طيبة نسمع من حضراتكم وناخد توقعاتكم أو رأيكم أفضل مباراة قيمة بين الأهل والزمالك في بطولات كأس مصر على مدار التاريخ تقدرات شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراكم على هذا اللقاء التاريخي اللي ممكن يكون مباراة نهائية ممكن تكون مباراة سمي فاينال عارفين أهل وزمالك في كأس مصر مش شرط أن كل المباراة كانت في نهايات البطولات المختلفة على مدار التاريخ طيب دروح دلوقتي لأهم العنوين البداية في ترند الأهلي الفري يستانف تدريباته استعدادا لنهاء كأس مصر وكمان كأس مصر يغادر إلى الرياض وأخيرا المنتخب الأولمبي يواجه الإمارات في افتتاح بطولة غرب أسيا جولة من مباراة اليوم وفي وسط الأسبوع يوم اللي التامة بتبقاش فيه مباراة مهمة ولكن بنتكلم على ختام الجولة الحالية من الدوريات الأوروبية النهاردة فيه مباراة ختام في الدول الإنجليزي الساعة العاشرة من المساء اليوم بتوقيت القاهرة جيفيلت يونيتد هيستطيف أرسنال هذا الأسبوع في الدول الإنجليزي كانت فيه مباراة قمة منشستر سيتي منشستر يونيتد بعد قدم اليونيتد بهدف مقابل أشيء خسر في النهاية بثلاثة أهداف الدوري الأسباني وبعد فوز برشلونة وتعادل ريال مدريد النهاردة في العاشرة مساء أساسونة هيستضيف في ديبرتيفو ألفس وفي الدوري الإيطالي بعد قمة المباراة بالأمس بين نابولي ويوفينتوس النهاردة في العاشرة اللاروب انتر ميلا هيستضيف في جينوا دي أبرز مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني والدوري الإيطالي نخرج إلى فاصل ثم نواصل دقة ساعة العمل خلاص بنتكلم في العد التنازلي لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي مباراة مباراة نادي الزمالك هو القرع أصفرت أن الزمالك هو صاحب الملعب فهنبدأ بالتأكيد باسم نادي الزمالك المهنية بتغطادي ذلك فبالتأكيد هي مباراة ما بين الزمالك والأهلي في نهاية كأس مصب المنازمة الأمر ده يبقى ليه علاقة بمين صاحب المباراة لأن الأمر بيروح لسكة مين اللي بيرتدي الزي الأساسي ومين بيرتدي الزي الاحتياطي العمر ده بأتكيد هتشوفوه خلال الأيام اللي جاية لما بيحصل اجتماع فني في المملكة العربية السعودية فور وصول الفريقين النهاردة الزمالك سافر على فكرة والنادي الأهلي بإذن الله هيسافر يوم الأربع الساعة عشر صباحا ولكن غريبا هيكون في اجتماع فني يوم الخميس عشان تحديد كل الإجراءات الإدارية المتعلقة ب يعني توقيت توجه الفريقين إلى أرضية الملعب الأمور المتعلقة بالمؤتمرات الصحفية إزاي الأساسي والاحتياطي لكل فريق صاحب الملعب هيكون نادي الزمالك فهيرتدي إزاي الأساسي ليه أبيض فأبيض إلا لو هو اختار أزرق أو لون تاني دي ترجع طبعا لفريق نادي الزمالك النادي الأهلي طبعا لو زاك لبس أبيض فأبيض فلا لا يربس غالبا شرط أحمر مع تي شيرت الأحمر يعني عشان مسألة تداخل الألوانات ودي كلها أمور إدارية بنبعرفينها حتى بنشوفها في البطولات الإفريقية أو حتى البطولات الدولية نهاردة ضقت ساعة العمل النهاردة أول تدريب للفريق بعد الراحة السلبية اللي منحها بالأمس مرسي الكولر لللاعبين بعد نهاية مشوار دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكلام الكتير على اللاعبين والإصابات والقايمة ومين مسافر مين مش مسافر أنا شايفها رايحة في سكة ناس بتتكلم بنسبة 80-90% على الأهلي ونسبة لها تتخطر 10% عن نادي الزمالك في حين في حين إن الأهلي لسه هيسافر للأربع فلسه عنده ما لا يقل عن تدريبتين في الأيام اللي جاية الزمالك سافر وأعلن قيمته بحوالي 23 لاعب ولكن لغاية اللحظة دي ما شفتش حد ناقش أو تكلم مين من صفقات الزمالك اللي انضم في انتقالات يناير موجود مع الفريق أو مش موجود كم واحد غايب عن نادي الزمالك في هذا اللقاء محدش بيتطرق خالص للنقاط دي ولكن من قبل المطش بأسبوع العنوين الرئيسية سواء في المواقع أو حتى في البرامج وإن كانت البرامج أكتر البرامج أكتر يقول لك قهربة لن يتواجد مع الأهلي في السعودية طب انت عارف كولر بيفقر إزاي هل عندك معلومة كولر سلم الجهاز الإداري قائمة الفريق اللي هيتم تسكنها في فندو الإقامة مين مع مين هل عندك فكرة هل كولر ممكن يختار عدد أكبر من العدد اللي ممكن يلعب بيه في المباراة ما هي قائمة المباراة عشرين للاعب حداشر أساسي وتسعة الدكة وعتعمل خمس تبديلات فانت بالتالي هتلعب أو تخط قائمة رئيسية عشرين للاعب هل عتسافر بالعشرين ولا ممكن يسافر بالخمسة عشرين ستة عشرين ولا ممكن يسافر بكل اللاعبين لأن في النهاية هيبقى فيه تتويج بإذن الله فلازم الكل يكون موجود سواء سليم أو حتى مصاب كل المعلومات دي مش متوفرة للناس لأن محدش ألها بشكل رسمي والتدريبات لسه مستمرة وكمان جهزية عدد من اللعيبة لسه مش مؤكدة حتى هذه اللحظة ولكن دايماً التركيز بيروح للأهل بنسبة تتخطى تسعين في المية ما علينا مش عايز أقول ده اسم الأهلي بيع برغة الصحافة كده لما بنقولها من زمان اسم الأهلي في أي عنوان بيجذب القارئ إن هو يخش ويشوف ويقرأ بيبقى فيه حالة جذب كده للقارئ للمستمع للمشاهد فأموماً ده التناول الإعلامي في التوقيت الحالي ولكن عموماً النهاية الأهلي النهاردة أستاني في التدريبات النهاردة تدريب شمل على يعني تواجد كل اللاعبين كانت فيه محاضرة فنية من مرسل كولر على هامش المران الصباحي في ملعب مختار التتشيب الجزيرة كل اللاعبين الحمد لله تواجدت فيه التدريبات الجمعية موقف كريم ندفد موقف أحمد نبيل كوكا موقف خالد عبد الفتاح موقف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي كل الحاجات دي أكيد مش هنعلن فيها تفاصيل رسمية طالما النادي الأهلي لم يعلن أي تفاصيل جانب فيه إعلاقة اللي انت برضو بتحاول تحتفظ به شغل الجهاز الفني وسرية الجهاز الفني في التحضير مبكرا أول لما أقول للطرف المنافس أنا عندي لعب فلاني الفلاني غايب غير لما أسيب الطرف المنافس لغاية قبل المباراة 24 ساعة يعرف غايب ولا مش غايب كل دي خيارات فنية لأن المنافس بيتمرن النهاردة ويتمرن بكرة ويتمرن يوم الأربع يفري معاه من متواجد من غايب أتفري كتير في طريقة اللعبة في طريقة التاكتك في طريقة الشكل اللي ممكن يلعب به في المباراة ولكن الجزء المسموح اللي أنا أتكلم فيه في هذه الجزئية بعد التواصل والتشاور مع الجهاز الطبي والجهاز الفني أن كل اللاعبين بإذن الله إن شاء الله بيبزلوا مجهودات كبيرة جدا عشان يتواجدوا في التشكيل الأساسية في هذا اللقاء فيه إصابات بيتم معالجتها بشكل إيجابي عشان تتواجد في هذا اللقاء فيه لاعبين لو فرص لحاقهم باللقاء لا تتخطى الخمسين في المية في التمانية واربعين ساعة اللي جاية بيبزلوا مجهودات كبيرة جدا للحاق بمباراة القيم على الشاشة هو صوت وصورة زي ما نشايفين تدريبات فريق النادي الأهلي وكل اللاعبين قدامنا حتى حراس المرمى اللي كانوا موجودين النهاردة في المران مصطفى شبير محمود الزنفالي حمزة علاء مصطفى مخلوف كل اللاعبين موجودة حتى في اللاعبين اللي شاركوا في مباراة يانج أفريكان النهاردة موجودين في التدريبات الجماعية قدامنا رامي ربيعة أفشا بيرستاو أنتوني مودست فيه كمان محمد هاني فيه مراوان عاطية خالد عبد الفتاح اللي انتظم في التدريبات الجماعية يعني التدريب النهاردة كان تدريب صباحي لكل اللاعبين هو قدامكم على الشاشة كمان محمود متولى هو في التدريبات الجماعية على معلول موجود في التدريبات الجماعية كريم فؤاد محمد عبد المنعم طاهر محمد طاهر محمود قهربة على قد مقدر كده بس عمر السلية كمان موجودة هو برح بسمع ان عمر السلية الاهل مش هيجدد معاه وعلم علول الاهل بيحطه في اختبار صعب انا بسمع والله العظيم اخبار في توقيتات غريبة جدا عارف انت زي ما يكون ايه الناس سايبة المسم كله وبتخزن الاخبار دي لمطش الاهل والزمالك ولكن ما علينا اكرم توفيه كمان موجودة هو في التدريبات ان شاء الله بإذن الله يكون الفريق جاهز وفي اتم الجاهزية لخوض هذا اللقاء حسين الشحات عمر كمال عبد الواحد خلينا فاكرين ان المباراة المحلية اكيد فيها اختيارات مختلفة تماما عن المباراة الافريقية لان الامر مرتبط بالقيد الافريقي على فكرة القيد في افريقيا لو لعيب شارك مع نادي تاني في نفس البطولة الافريقية ما بلعبش مباراة الافريقية وعشان كده عمر كمال عبد الواحد مش موجود في مباراة الاهلي في البطولة الافريقية لكن في الدوري في الكاس في المباراة المحلية عمر متاح من شوية قدامك وهو كان فيه جلسة كده بين الجهاز الفني مارس الكولر ومارس الكولر عمل لقطة جميلة جدا على انستجرام يمكن افتقرتها دلوقتي حتى انا بتكلم على التدريبات صور نفسه مبارح وهو بيدرس المنافس عن طريق اللابتوب وعمل تدريبات في الجم وشارك حالة كده مع الجماهير الحالة دي بيد فيها طاقة ايجابية على فكرة يعني مارس الكولر عايز يدي طاقة ايجابية للجماهير ولللعبين قبل المباراة ويعيش نفسه في اجواء المباراة دي حاجات ايجابية جدا بشوفها من مارس الكولر وعلى فكرة جانب ليه علاقة بالتعامل النفسي مع المباراة سواء ليه هو مع الجهاز الفني او حتى لللعابة وممكن يكون ضغط نفسه على المنافس وبيورين بيتفرج على المنافس او بيشوف الهايلايتس والكلام ده كل يعني هي امور بنحاول نرصدها لحضراتكم واحنا بنتكلم على التدريبات ريدا سليم النجم المغربي على معلول النجم التونسي الحمد لله قائمة الاهل وصفقات الاهل في الفترة الاخيرة بإذن الله يكون فيها اضافات ايجابية وتنعكس بقى بشكل ايجابي على نتاج الفريق في الفترة اللي جاية كما كانت في الفترات السابقة طيب ده جارب متعلق بالتدريبات مش هندخل في تفاصيل كتيرة ناس من بدل ممكن تقول لي عندك التشكيل المتوقع اه حتى لو عندنا بس مش هند فيها نتكلم فيه وجماهير الاهل اكيد هتشاطرنا نفس الرأي مش هنتكلم في اي تشكيل او اي حزوز في المشاركات الاساسية لللاعبين في الفترة اللي جاية انا بس بتكلم معاكم لان طبعا فرصة جيدة وانتم معنا اكيد بنعيشكم في اللحظات المتاحة من حيث يعني من حيث التدريبات المتاحة او اللقطات اللي ممكن تكون متاحة على شاشة قناة الاهلي للتحضير لمباراة القم بصوا هؤ طلباتكم اوامر والله بنتكلم على الكولر والتحضير صورته هوم على اللابتوب وهو في القوضة في الاوتيل بيستعد طبعا لمباراة الزمالك والهايلايتس وبتكلم وبيشوف بقى او بيحضر لمباراة الزمالك من خلال الجوانب الفنية والمقاطع اللي السكاوتينج بيشتعل عليها وبيديها لمرس الكولر هي دي الجوانب اللي ان شاء الله بإذن الله فيها طاقة ايجابية للعبين وللجماهير ولأفراد الجهاز الفني قبل مباراة القم طيب ده جانب متعلق بالفريق وعوزونا للفترة الجاية مش هنتكلم في تفاصيل فنية كتير ولا هنتكلم فيه جوانب متعلقة بجهزية لعيبة او غيابات لعيبة الا لما تعلن بشكل رسمي اذا رغب الجهاز الفني في الاعلان عن ذلك الجانب التاني وهو متعلق ببطولة كأس مصر البطولة التاريخية اللي احنا بنتكلم احنا الكورة المصرية تخطط خلاص ميت سنة كورة وده الشعار على فكرة اللي بتتقام عليه مباراة نهائي كأس مصر في الرياض في المملكة العربية السعودية بمناسبة مرور ميت سنة كورة او اكتر من ميت سنة كورة تقام مباراة الاهل والزمالك في المملكة العربية السعودية النهاردة بطولة كأس مصر سفرت لأول مرة لأول مرة بطولة الكاس تخرج من الاراضي المصرية لأول مرة بطولة الكاس تركب طيارة وتسافر برة الأراضي المصرية كان دايماً وأبداً بطولة كأس السوبر وهي قدامنا على الشاشة بطولة كأس مصر مع اثنين من نجوم الكرة المصرية اللي لهم تاريخ كبير جداً مع هذه البطولة تحديداً بطولة كأس مصر حسام وابراهيم حسام حسن المدير الفني حالياً لمنتخب مصر وابراهيم حسن مدير الكرة أو مدير المنتخب الوطني النهاردة كانوا موجودين هناك مع الكاس وصورة في مطار القاهرة قبل التحرك والسفر النهاردة صباح اليوم بإذن الله إلى المملكة العربية السعودية نقدر نقول الكاس طارت كأس مصر طارت إلى المملكة العربية السعودية في كارنفال نتمنى يا رب بإذن الله يكون مشهد جميل جداً في ملعب الأول بارك ملعب نادي الناصر اللي هيستضيف مباراة الأهلي والزمالك طبعاً مختلف شوية الأجواء المراضي كانت دايماً مباراة كأس السوبر من أول انطلاق النسخ الماضية تتلاقي في الإمارات تنتقل لعدة دول ولكن كأس مصر البطولة التاريخية فكرة جديدة يعني الحمد لله لو نتذكر كده كنا أول برنامج وأول خبر خرج من هنا من شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج الترند الكلام ده أثناء إقامة بطولة كأس السوبر للأندال أبطال في الإمارات وطولك وهتهى في عروض لاستضافة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة والحمد لله مرة الأيام والخبر أو الحلم أو التفكير أصبح قرار وواقع والكاس حاليا دلوقتي في المملكة العربية السعودية والمباراة بإذن الله يوم الجمعة بين الزمالك والأهلي ونتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي للفوز بهذا اللقب طيب ده جانب تاني الجانب التالت وهو متعلق بطاقم تحكيم نهائي كأس مصر رسميا تم الاستقرار وبأكد تاني على الخبر اللي قلتوا مبارح تم الاستقرار رسميا على طاقم تحكيم نهائي كأس مصر حكم المباراة الاتنين مساعدين الحكم الرابع طاقم حكام تقنية الفيديو الـ VAR الـ VAR ولكن الناس تقول لي تب ما تقولينا الأسماء ما تقولينا الجنسيات المعلومة اللي عندي ان خلاص تم الاستقرار على طاقم التحكيم وتم إرسال تذاكر السفر ولكن فيه تكتم كبير جدا على أسماء الطاقم سألت في اتحاد الكورة واكتشفت ان هناك مفجأة لجنة الحكام برئاسة فيتور بريرا حتى هذه اللحظة بتعرفش مين طاقم التحكيم حتى هذه اللحظة لجنة الحكام ما عندهاش معلومة عن مين هو طاقم التحكيم وسألت بشكل مباشر طب هل لجنة الحكام جهزت خطابات عشان الاتحاد المصري يرسل هذه الخطابات والإيميلات إلى الاتحادات الأوروبية كما أعلن وصن رد ان لجنة الحكام لا جهزت خطابات ولا بعتت إيميلات ولا فكرت أصلا هتخطب مين وتفكر في مين ولجنة الحكام من بعد ما تم اتخاذ قرار إن الحكام أجانب اللجنة كلها كانت في الفيوم وبتمر على عدة محافظات في الساعات الجارية بالأمس كان في زيارة والنهاردة في زيارة وزيارات مستمرة لغاية يوم الأربع فاللجنة أوت أوف كنترول برا الموضوع هل اتحاد الكرة خاطب؟ طب تعالوا نشوف مفاجأة غريبة جدا المفاجأة لازم تبقى غريبة مهما ما فيش مفاجأة متوقعة مش هتبقى مفاجأة بنستطلع وبنشوف أخبار المواقع وأخبار أعضاء اتحاد الكرة والتصرحات اللي بتصدر من الأعضاء في الساعات الأخيرة بنحاول نستقل معلومة عشان نقول لحضراتكم يعني لو إذا ربنا وفقنا زي ما قلنا مين الطاقم المصري من يوم عشرين اتنين وقلنا سعيدة محمد معروف دلوقتي برضو بنشتغل على مين هو الطاقم الأجنبي دورنا اللي احنا نبحث عن معلومة لما نطلع على الشاشة لازم نقول لحضراتكم معلومة أنا من أنصار مدرسة المعلومة والخبر مش أطلع أتكلم كلام استهلاكي ولكن وإحنا بندور وبنشوف التصريحات أستاذ إهاب الكومي قال إيه كابتن عامر حسين قال إيه لقينا تصريحات متضربة وأنا هترك القرار أو التعليق لحضراتكم أولا التصريحات دي تصريحات تليفزيونية على فكرة مش تصريحات صحفية تفرق كتير لأن التصريحات صوت وصورة الناس كلها سمعتها كرة بلس نقل تصريحات للأستاذ إهاب الكومي عضو اتحاد الكرة وهو زميل إعلام نتمنى له التوفيق إن شاء الله في مشواره الإداري مع الاتحاد أو حتى في مشواره الإعلامي خرج بتصريحاته وقال ننتظر رد الاتحادات الأوروبية وأمريكا اللاتينية بشأن حكام لقاء نهاء الكاس معنى كلامه من التصريح ده إن الاتحاد المصري أرسل إيميلات للاتحادات الأوروبية والاتحادات اللاتينية عشان مخطبتهم بخصوص اختيار طاقم تحكيم نهائي كأس مصر وبالتالي الأمر هنا عند اتحاد الكور ده منطقي وبديهي وأنا التصريح بالنسبة لي لما سمعته ما توقفتش عنده كتير لأنه بنسمعه من زمان لما خلاص فيه طاقم تحكيم أجنبي بيتقال نفس الكلام ونفس النص ولكن بالأمس خرج كابتن عامر حسين عضو اتحاد الكورة وقال تصريح تاني عكسي ده خالص قالك إيه الجزء الأولاني وقت إضافي في نهاية كاس مصري في حالة التعادل أوكي ده أمر متعلق بالليحة نهاية الكاس فيه إكسترا تايم وفيه رقلات جزاء بعد كده لو المباراة تاهد بالتعادل ما فيش دربات جزاء بعد التسعين دقيقة لا فيه إكسترا تايم ولكن بصوا بقى آخر أربع كلمات وموسم الرياض يختار الحكام طيب أنا الأمر بالنسبة لي على فكرة سواء موسم الرياض أو اتحاد الكورة مش ده النقطة اللي ععف عندها ولكن النقطة اللي ععف عندها حاجة تانية التضارف في التصريحات أنا كراجل إعلامي عايز أستقي معلومة من مسؤول في اتحاد الكورة دلوقتي بعد المباراة مثلا طاقم التحكيم ده لم يوافق وممكن يكون طاقم تحكيمها على مستوى ما كانش هو موفق في المباراة لو عايز أحاسب اتحاد الكورة على اختياراته هل أحاسب بريرة دلوقتي ولا مش أحاسبه هل أحاسب لجنة الحكام ولا مش أحاسبه هل أحاسب مجلس دارة اتحاد الكورة ولا مش أحاسبه لأن كلام الكابتن عامل حسين أن اتحاد الكورة مش هو اللي يختار الحكام موسم الرياض هو اللي يختار الحكام وهو اللي يتكفل بي كل تكاليف المادية لطاقم التحكيم لا يجي يدير المباراة من انتقالات وتذاكر طيران وبدلات وكل شيء اوكي ولكن ازاي الاستاذ ايهاب الكومي يطلع يقول ان اتحاد القرى خاطب الاتحادات الاوروبية واللاتينية لاختيار طاقم تحكيم هنا الامر لا يستقي مع بعضه بصراحة يعني الامر هنا اول مرة شوف تضارب بهذا الشكل بس انا لما سألت وقلت حضاركم في بداية كلامي لما سألت المسؤولين في لجنة الحكام تأكدت رسميا ان اللجنة ما طلعتش ورقة من عندها تقول الاتحاد القرى ابعت لكذا وكذا وكذا وهد حكام ولا بريرة اختار ولا اكلم حد ده انا تأكدت منه بشكل مباشر وباتصالات مباشرة لان انا بحب دايما اعمل الكلام ده بشكل مباشر مع المصادر المسؤولة ما اخدش وجهة نظر او رأي من بعيد لا اكلم المسؤول بشكل مباشر فاللجنة قوت الاتحاد ايهاب الكومي يقول بعضنا خطابات كابتن عامر حسين اللي هو قاعد عالترابيزة مع الاسود ايهاب الكومي قالك لا موسم الرياض هو اللي هيخاطب هو اللي هيختاره هو اللي هيتكفل بكل التفاصيل طب ازاي يا جماعة يعني في البداية قلتوا طاقم مصري وبعد كده قلتوا ضغوط السوشيال ميديا تركزوا في الجملة لان ما قالوش حتى الاهل والزمالك طلبوا لان بالفعل ما فيش حاجة رسمية طلعت ان الاهل عايز والزمالك عايز بس قالوا ساعتها ضغوط السوشيال ميديا رغم ان معلوماتي هي مش ضغوط السوشيال ميديا لا لكن قلت ساعتها هيبقى طاقم تحكيم اجنبي بدل المصر ماشي مش هانا اختلف معاكم بس لما تختار طاقم تحكيم اجنبي ياما تقول انا اللي بختار ياما تقول الاشقاء في المملكة العربية السعودية هم اللي هيقوموا بالاجراءات دي زي ما قال على فكرة الكابتن عام الحسين انا والله ما جبت تصريح من عمدي انا استعارضت على حضراتكم وهو على الشاشة تصريح هنا رسمي وتصريح هنا رسمي والتصريحات دي مش تصريحات صحفية عشان حد ممكن يتراجع عنها ويقولك ما حصلتش لا دي تصريحات صوت وصورة انا سمعتها بودني وجبت المواقع عشان برضو اقرأ يمكن انا سمعت حاجة غلط لقيت الكلام متصق مع نفس الكلام اللي انا سمعته رغم ان انا لما اسمع اكيد يعني مش هقرأ الكلام اللي انا سمعته خلاص انت سمعت ولكن انا اول مرة شوف حياتي والله العظيم اتحاد يدير اللعبة بهذا الشكل عمري ما شفت في حياتي اتحاد يدير الكرة المصرية بهذا الشكل تضارف في كافة المجالات تضارف في كافة المعلومات تضارف في كل حاجة حتى طاقم التحكيم اللي ممكن نحسب عليه اللجنة او الاتحاد اذا اخفق حتى في ادارة اللقاء او لم يوفق ما نعرفش دلوقتي العملية ما مقيتش مش عارف فهي في ايد مين نحاسبهم على الاختيار ولا ما نحاسبهمش بيريرا نقولهم انت غلطان ولا مش غلطان اخترت الطاقم دا ليه ولا ما اخترتوش ازادكم من الشعر بيت جات لمعلومة ان بيريرا لما تقال له لا لازم تاقم تحكيم اجنابي قال لهم اوكي انا موافق خلاص بس عشان اوافق ليه طلبين عشان اوافق ليه طلبين اول طلب كل المستحقات والخبر دا جديد على فكرة حتى الحكام ممكن يسمعوا مني الاول مرة كل المستحقات القديمة للحكام في مباراة الدوري او الكاس او كاس الربطة تصرف قبل شهر رمضان اللي هو ان شاء الله كل صحرقكم طيبين اللي اتنين الجاي دا طلب هل الاتحاد عينفزهله دا واحد الطلب التاني اللي قاله بيريرا قالك ايه بطلب من اتحاد الكورة زيادة قيمة البدلات اللي بتاخدها الحكام على ادارة المباريات بدل ما تبقى سبعة تلاف جنيه لا يتم مضاعفتها او زيادتها الفترة اللي جاية هل دا يحصل الله اعلم ولكن انا بقول له حضراتكم دلوقتي بشكل رسمي الخبر اللي جالي ليه بيريرا تراجع عن فكرة انه مش عايز خلاص حكام مصريين وممكن يجي حكام اجانب قال لهم اوكي انا موافق بس بشرط نفذوا الطلبين دو طب لو الطلبين ما تنفذوش زي طلب التحكيم المصري اللي انت قدت عايز تختاره الموقف عيه بقى ايه الفترة اللي جاي عموما دي كل الجانب المتعلقة بإدارة ملف التحكيم سواء في اتحاد الكورة او قصة الحكم اللي هيدير مباراة نهاية كأس مصر اللي بقول له حضراتكم تم الاستقرار عليه وتم إرسال تذاكر الصفر والبدلات المتعلقة بالمباراة انا عايز لكم اعلى قيمة بدلات بتصرف للحكام اللي بيديروا هذا اللقاء يعني اعتقد حسب المعلومات اللي عندي ممكن قيمة المباراة نفسها تتخطى العشر تلاف دولار لحكم المباراة اللي هيدير هذا اللقاء يعني الحكم اللي هيدير مباراة الاهل والزمالك في نهاية كأس مصر في المملكة العربية السعودية قيمة البدل او قيمة الرقم اللي هيدحصل عليه من إدارة هذا اللقاء ممكن توصل لعشر آلاف دولار وده رقم اعتقد يعني كبير جدا واعتقد ده اندل على شيء بيدول ان الناس عايزة تعمل مباراة من كفة جوانبها على اعلى مستوى نتمنى نشوف ده ان شاء الله فارضية الملعب الساعة 8 بتوقيت القاهرة يوم الجمعة اللي جاي طيب عندي موضوع تاني متعلق بأزمة الدوري العام في الموسم المقبل احنا بس بنحاول نعمل حقوق الطبع محفوظة وحقوق النشر محفوظة دايما لبرنامج التريند انا على مدار حوالي خمس ستة ايام بشوف تصرحات دايما للأستاذ احمد دياب رئيس ربطة الاندية بيقول لك ان الدوري الموسم اللي جاي اكيد لازم يحصل فيه تغيير وشكل المسابقة تتغير وقال لك هنحاول نطبق التجربة البلجيكية بغض النظر التجربة البلجيكية تتطبق ازاي هو شرحها صحة هو شرحها غلط ده جانب هنيجي عليه وقتها لما يبقى فيه قرار رسم ولكن انا اتذكر هنا في برنامج التريند يوم 17 فبراير يوم 17 فبراير يعني احنا بتتكلم بالزبط من حوالي 14 يوم او 15 يوم طلعنا وقلنا ان دوري الموسم اللي جاي لازم يخلص قبل 30 خمسة والكابتن عامر حسين طلع برضو امبارح وقال ان الدوري الموسم اللي جاي لازم يخلص بحد اقصى 15 خمسة وقال فيه سياق حديثه وتبريره لذلك ان الفترة اللي جاية في 2025 فترة الصيف ستة وسبعة وتمانية فيها كأس العالم للاندية في الولايات المتحدة الامريكية وفيها كأس الامم الافريقية في المغرب الحمد لله والشكر لله احنا كل كلمة بنقولها هنا بتحصل حتى بعد امور الوقت بعد اسبوع بعد عشر ايام ده اللي حصل لما قلنا يا جماعة اخدوا بالكم الدوري السنة الجاية لازم يحصل له معالجة ولازم يحصل تغيير ولازم النظام يتغير تلعبوا دوري من دور واحد تلعبوا دوري مجموعتين تلعبوا زي بلجيكا زي الدينومارج زي القسم الثاني السنة دي المهم يخلص في شهر خمسة حصل والناس التالية تتناقش وبدأ التعلن وبدأ التقول اللي هيحصل في الفترة اللي جاية ولكن طبعا هياخد شوية وقت على ملأجندة الرسمية تصل لاتحاد الكورة عشان يبدأوا يشوفوا اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية لكن كان مهم جدا افكر الناس ان احنا في 17 فبراير قلنا وحذرنا دوري المسم اللي جاي لازم يتخذ فيه قرار وعلى هذا الاساس على مدار اسبوع وبتسمعه في تصرحات وفي برامج اخرى كل اللي احنا قلناه الناس بتناقشوا دلوقتي وبتتكلم عليه بلجيكا بتلعب ازاي طب هالكلام احمد زياب صح ولا غلط طب نلعب بنفس نظام دوري المحترفين انا كل بقى اللي يعنيني لما نلعب دوري المسم اللي جاي بشكل مختلف لما تيجي تحدد الملاعب تحددها صح تحددها صح ليه لانك لو بتبص مثلا على مصابقات قطاع الناشيين اللي بتتنظم في مصر وليكن مثلا في احدى المسابقات في 2005 الاهل واجه الزمالك في الدور الاول اللي هو دوري من دور واحد وفي دور التحديد البطل مرتين القرع أصفرت ان المباراتين كانوا في مئة عقبة الاهل ما لعبش مع الزمالك في المرحلة دي في استاد مختار تيتش أو حتى في مدينة مصر المباراتين اخلعبوا في مئة عقبة في استاد عبداللطيفة برجيلا والاهل ساعتها كسب حتى اخر مباراة على الزمالك لكن قرع أصفرت من المباراتين في نادي الزمالك هل ده هيتم تدركه لما تيجي تعمل قرع للدوري ده المسلم اللي جاي مش عارف الناس لسه هتفكر ازاي في هذا الملف ولكن برضو دي نقطة سلبية بنحاول نفاهم الناس يا جماعة لما تيجي تعملهم دوري مختلف شوية ركزوا في فكرة ملاعب اللي هتقام عليها المباريات هل هتبقى ملاعب بحيدة هل هتبقى بنظام القرعة طب لو القرعة أصفرت ان الدوري الأول أهل وزمالك أو مش أهل وزمالك اللي تنفيذ القاهرة ولكن مثلا وليكن الأهل والاتحاد السكندري قرعة الدوري الأول من دوره واحد في اسكندرية طب الأهل والاتحاد السكندري في الدوري اللي هو دور التحديد البطل في اسكندرية هل دي ممكن تبقى فيها عدلة في المقابل ممكن الزمالك والاتحاد في القاهرة وفي دور التحديد البطل الزمالك والاتحاد في القاهرة دي هتبقى أزمة رغم أنك هتطلع تقولي أصلها أرعة ما أنا أعمل إيزي أرعة بس في النهاية برضو مش هيبقى فيها تكافه فرص فإحنا بنحط لحضراتكم كل التفاصيل على الترابيز عشان لما تجي تاخدوا القرار يبقى إحنا قمنا بدورنا الإعلامي عشان تقدروا تشوفوا القرار المناسب في الفترة اللي جاي آخر حاجة قبل نطلع لآخر أخبار الترند عايز أطمن حضراتكم على آليو ديانج آليو ديانج سافر خلاص إلى النمسا المفروض بكرة بإذن الله في فحص طبي لآليو ديانج زي ما هو تقال كده بالضبط هيخضع لمنظار استكشافي على الربة عشان الطبيب النمساوي وهو نفس الطبيب اللي أجرى جراحة الصليبي لأكرم توفيه وكريم فؤاد هو اللي هيعمل نفس المنظار الاستكشافي على الربة لآليو ديانج فهذا الطبيب هيشوف من خلال المنظار آليو ديانج ما يحتاج إيه بالضبط هل عملية تنظيف هل قدر الله ممكن يكون غضروف هل ممكن يحتاج عملية كل ده هنعرفه بعد ما يخضع آليو ديانج لعملية منظار واستكشاف على الربة عشان نطمئن على نجم خط وسط النادي الأهلي آليو ديانج في الفترة اللي جاية نتمنى له السلامة إن شاء الله بإذن الله يرجع سالم خلال الفترة اللي جاية آليو ديانج لو ما رحكس الأمم كان بيعاني من نفس الإصابة ولما رجع لتدريبات النادي الأهلي اشتكى منها وتم إجراء الكشف الطبي عليه وتم يعني التحضير لصفر آليو ديانج اتأخرت شوية عملية الصفر نتيجة التأشيرة ولكن خلاص هو موجود حالياً في النمسا وبقرى إن شاء الله هيجري العملية الجرحية عشان نطمئن على النجم المالي لعب خط وسط الأهلي آليو ديانج نخرج إلى فاصل ونشوف آخر أخبار التريند ونرجع ونشوف اللي كتب في السوشيال ميديا عن النادي الأهلي قبل أربع أيام من مباراة نهاية كاسم واصل مع نادي الزمالك أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار التريند وهنشوف اللي كتب في السوشيال ميديا والبداية مع تريند الأهلي البداية في تريند الأهلي بوستر لحارسي الأهلي والزمالك من حساب يلا قورة أربع أيام تفصلنا على قمة الأهلي والزمالك بكأس مصر الفائز هو نتمنى يا رب يكون النادي الأهلي ويكون مصطفى شبير كحارس أساسي أول بطولة رسمية له مع النادي الأهلي أو تاني بطولة لأنه كان مع الأهلي خد كأس السوبر للأندال أبطال في الإمارات وكان حارس أساسي في المباراة النهائية أمام فيوتشر النهاردة هتبقى المباراة التانية أو البطولة التانية في النهائيات مع الزمالك في بطولة كأس مصر وباقي من الزمن أربع أيام نروح طيب لحساب المصر الرياضي وبيقوله كولر يزف خبراً صراً لتلاث لاعبين بالأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك بيقوله أن كولر بيدرس عودة محمد هاني لمركز الزهير الأيمن بدلاً من أكرم توفيه بالإضافة إلى ظهور إمام عشور في خط الوسط على أن يفاضل بين السلية وكوك في عملية تدوير في التشكيلة بشرط جهازية العناصر المشاركة طيب عموماً يكون اللاعبة جاهزة وده خبر صار أكيد لكل الجماهير يعني قبل مباراة القمة حساب اليوم السابع بيقوله كولر يتمسك باستمرار كريم ندفد مع الآلي وتقرير يحسم موقفه من القمة على فكرة كريم ندفد جاله أكتر من عرض في انتقالات يناير عشان يرجع من تاني لفيوتشر وكريم كانش عنده مانع ولكن كولر تمسك به وكولر قال أنا اللاعب ده محتاجه بشكل كبير جداً في الفترة اللي جاي لذلك كل ما يكون كريم جاهز كولر بيدفع به ماتش ينجي أفريكانز كريم مشاركشن كان عنده كادمة في الرقبة والجهاز الطب يفضل ان يريح كريم وفيه إجراء وقاء كده بيحصل معه في اليومين الأخيرانين يعني فممكن بإذن الله كريم يكون جاهز على مباراة الزمالك ويكون موجود في التدريبات الجمعية من بقرة كمان إن شاء الله ولكن أنا بأكد لحضراتكم كولر متمسك جداً بكريم ندفد ولو 100% جاهز هكليبي يعتمد عليه كمان في مباراة الزمالك طيب نروح لحساب اليوم السابع وبيقولوا ألأ في الآلي بسبب موقف وسام أبو علي من المشاركة ضد الزمالك بسبب معاناته من شد في العدل الخلفية لسه قدامنا شوية وقت ونقدر نقول العملية نسبياً اللي شايفه الجهاز الطب والجهاز الفن هايحصل لكن في مودست في كهربا في طاهر في حسين في برستاو في ريدا سليم الحمد لله كل اللعيبة موجودة وفي نفس الوقت وسام في مساحة وقت للتحضير لمباراة القمة حساب الوطن السبورت بيقولوا إن الإصابات تطارد ثلاثي الأهلي قبل لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك طيب بيقولوا إن فيه شكوى من ثلاث لعيبة نتيجة الإصابات طاهر وأمام عشور ومروان عطية اشتكوا من ألم خفيفة خلال الأيام الماضية طاهر اشتكوا من ألم في الرجبة إمام عشور ألم في أصابع الإيد مروان عطية كدمة في الإيد ماشي الأخبار كلها مركزة على الأهلي حساب بطولات قبل النهائي المنتظر يوم الجمعة القادم مقارنة بين النادي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر طيب الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بنتكلم على 21 مباراة لكل فريق الأهلي فاز 9 الزمالك فاز 9 اتعدلوا 3 مرات ده سجل 35 وده سجل 35 هو بس مش واضح بالنسبة للإحصائية يعني بفكرة إيه في نهائي كأس يعني اللي اتنين لعبوا بعض في الفاينال 21 مرة والذي آخر 21 مباراة بين الفريقين يعني حساب بطولات مش موضح الإحصائية ولكن هنحاول نعرف بالضبط إيه الفكرة في الإحصائية اللي عملها موقع بطولات حساب سبورت الـ 260 مصرية بيقوله أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ النادي الأهلي الرقم ده بالنسبة لي مفاجأة الكابتن مصطفى عبدو المجري 86 نقدر نقول صناعة للأهداف يعني عمل 86 أسست علي معلول 80 أسست يعني هل تتخيلوا أن الظاهيري التونسي بيقترب من القمة وممكن يتخطى المجري الكابتن التاريخي الكابتن مصطفى عبدو هنشوف اللي يحصل في الأيام اللي جاي ولكن الرقم ده بالنسبة لي رقم مفاجأة لأن علي معلول مع الأهلي من 2016 إلى 2024 تمان سنين بس في تمان سنين علي معلول عمل تاريخ كبير جدا هل يقدر يكسر رقم الكابتن مصطفى عبدو ده هنشوفه في الأيام اللي جاية لأن الأرقام قريبة في مسألة صناعة الأهداف في المباريات على فكرة ويبدو كده أن الرقم ليه علاقة بكل مباريات الأهلي سواء محلية أو قرية أو حتى إفريقية طيب شروق النهاردة تتكلم على تفاصيل عملية ديانج في النمسا وده الجزء اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيه من شوية إن أليو ديانج سافر خلاص إلى النمسا هيقضى العملية جرحية في الرجب غدا الثلاثاء والشروق قالت إنها عرفت إن ديانج هيقضى لعملية منظر استكشافة على الرجبة واحتمالية إزالة جزء من الغدروف عموماً هنشوف لو أزال جزء من الغدروف غيابها هيكون قد إيه هل ممكن يكون شهر شهرين نتمنى يا رب يكون المدة أقل من كده نروح لآخر حاجة في تريند الأهلي ومعانا حساب كورا بلس تصريح لميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الأولمبي اللي بيكلم فيه على كافة الأهلي أرجح في نهاية كأس مصر هو شايف إن كافة الأهلي في الوقت الحالي أفضل كتير من نادي الزمالك نتيجة إن فيه نسي جمع كولر والأهلي لديه ثقة كبيرة ماشي يا مستر ميكالي ولكن في النهاية يعني مباراة القمة يعني لها حسابات خاصة والنتائجك في الفترة الأخيرة مش مقياس إحنا بنقول ده وإحنا في قناة الأهلي إنه نازم ندخل المباراة دي وإحنا عاملين في حساباتنا للمباراة 50-50 لو عايز تقولي الزمالك كافته أرجح أقولك أوكي أنا معاك مش هزعل على فكرة لأن في توقيت المباراة اللي زي دي بقلق جدا من الثقة العالية لكن إن شاء الله بإذن الله النادي الآلي يدخل مباراةه في كامل تركيزه والتصرحات دي ما تأثرش ولا توصل للعيبة طب نروح للترند المحلي والبداية من حساب يلا كرة وتصريح ليه أستاذ أحمد دياب رئيس ربطة الأندية اللي بيقول فيها النظام البلجيكي مقترح وليس قرارا وهناك آلية لتحديد المتأهلين لبطولتي إفريقيا على فكرة هنا الموضوع بيتكلم على الجزء اللي قدت بشرح أداركم من شوية إن دوري السنة اللي جاية لازم يبقى فيه قرار عشان المشاركات التاريخية للأهل في الفترة اللي جاية ولا لا يكون مرتبط بقيد في أول ستة عشان عنده كاس عالم أندية فمش هيقدر يسجل والاتحاد يفتح القيد إلا ما الدورة يخلص تب الدورة يخلص إزاي وممكن يخش في سبعة وثمانية وتسعة فلازم يخلص في خمسة فالدوري لازم يتغير فعشان كده بيفكروا يعملوا النظام البلجيكي بس لما شرح النظام البلجيكي بشكل خاطئ قال هو مقترح وليس قرار حصل تراجع سنة بسيطة لكن عموما هنشوف الألية اللي هيتم احتساب بيها الفترة اللي جاي هو على فكرة ألف تصراحات إن توقفات الموسم الحالي بلغت 183 يوم لن نتمكن من إنهاء الموسم المقبل في مايو أو يونيو إلا باللجوء إلى حل غير تقليدي تطبيق النظام البلجيكي مجرد مقترح وليس قرار وفيه 14 نظام للمسابقات الاقتراحات دي بتتنايش بقالها ثلاث سنين ولكن خلاص أصبحت من الوقت مقبر على التنفيذ الموسم اللي جاي الموسم ده يخلص في تمانية وتسعة مش هتفرق لكن أهم حاجة السنة الجاية يكون فيها قرار بدري نروح لحساب الشرق نيوز وبيقوله إن كابتن حسام حسن المدير الفني المنتخبنا استقر على أستاذ القاهرة عشان يكون معسقر وتدريبات منتخب مصر في 12 مارس المقبل طيب نروح كمان ونكمل مع الشروق وبيقوله إن فيه تمان وجوه جديدة في صفوف المنتخب بمعسقر مارس الكلام اللي اسمعتم بارح إن ممكن القائمة المفدئية يكون فيها 58 لعب وتختصر ل 27 لعب ولكن القائمة المفدئية فيها 12 لعب من الأهل 12 لعب من النادي الأهل لما ديجي تختصر القائمة دي هل الأهل هيتخذ منه كام؟ 7 8 9 رقم كبير إنبي ممكن يتخذ منه لعب 2 رقم فبنتكلم في 10 لعب من الأهل وإنبي عشان جدا مطش الأهل وإنبي هيتأجل حتى لو الكابتن عامر حسين محدش بلغه إحنا بنقوله إن الجهاز الفني اتبلغ من أستاذ أحمد زياب إن المطش مؤجل هتتبلغ في الوقت المناسب ولكن المطش مؤجل وفيه 8 وجوه جديدة في صفوف المنتخب من التمانية باهد سليمان حارس الاتحاد السكندري محمد شكري الظاهراء الأيصر المعار من الأهل إلى سيراميكا كيليوباترا محمد ربيعة مدافع مودرن فيتشر مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك نادر فرج وعمر الساعي من الإسماعيلي محمد الشامي من المصري محمود صابر من بيرامتس طيب نروح للقاهرة 24 وبيقولوا إن أكرم توفيق يدخل حسابات حسام حسن للتواجد في معسكر منتخب مصري خلال مارس أكرم ضمن الاثناشر لعب اللي أنا أقصدهم فنتكلم على أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لو جاهز ومش خلاص يعني شوف يا من الإصابة كل اللعبة دي حسام حسن بيفكر فيها بنتكلم في اثناشر لعب قهربة حسين الشحات أفشة كل دي أسامي مطروحة ولكن هنشوف الاختيارات النهائية ممكن تكون مين طيب نروح الحساب فيتو اتحاد الكورة بيكشف آخر تطورات أزمة انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر إيهاب الكومي عدوا اتحاد الكورة قال في تصريحات يهمنا بشكل واضح تعافي محمد صلاح من الإصابة انضمام المعسكر يتوقف على حالته طلبنا انضمام صلاح وفقا للتوقيت المحدد من الفيفا في الأجندة الدولية العلاقة بين حسين وصلاح ستكون أفضل ما يكون معلوماتي أن القصة الآن في أو على طولة مكتب وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي لو في خلافكم في تقريب وجهات النص وأتمنى من المسؤولين في اتحاد الكورة كفاية تصريحات سيبوا الأمر ما بين جهاز المنتخب وصلاح عشان ما يكونش فيه بالبلة في التصريحات آخر حاجة معاه في ترند المحلي المنتخب الأولمبي عنده دورة في غرب أسيا واستدعى أربع محترفين الدورة هتتلعب من 18 ل 26 مارس هي تبرد في نفس توقيت الأجندة الدولية نتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي في هذه الدورة الودية من المحترفين بنتكلم على إياد العسقلاني عمر فايد مصطفى أشرف وبلال مظهر طيب نروح بقى للمشاركات وآخر حاجة معنا النهاردة في برنامج الترند طرحنا سؤال أفضل مباراة ما بين الأهل والزمالك في نهاية كأس مصر على مدار التاريخ تعالوا نشوف الناس قالتين عمر عوض بيقول أربعة تلاتة في نهاية 2007 طبعا ماتشا أيكوني ماتشا دالك كابتن أسامة حسني أحرز هدف التأكيد وفوز الأهل والي كان بيحرص مرمى الأهل لأمير عبد الحميد سامح علي بيقول المباراة الأفضل والأروع والأكثر إصارة ومتعة نهاية كأس مصر 2007 شهدت ريمونتادة تاريخية للأهل العظيم حق فيها الفوز أربعة تلاتة الأهل على فكرة في المباراة كان بيلعب بالصف التاني ما كانش بالتشكيلة الأساسية طيب نروح لناصر أفضل مباراة بين الأهل والزمالك كأس 2007 عمر زجي سجل متعب تعادل شيكابالا سجل أبو تريكا تعادل جمال حمزة تقدم أسامة حسني سجل هدفين عشان تصبح من أجمل مباراة الأهل والزمالك مش في الكاس بس رمضان بيقول نهاية الكاس 2007 ده واضح أنه فيه إجماع على 2007 طيب والانتهت بنتيجة تلاتة أربعة لصالح الأهل والعودة بعد كل تأخر وبعد التقدم انتهت المباراة لصالح الأهل والعودة باللقب بعد هذه المباراة الماراثونية وفرح الجمهور الأهلاوي فرحة كبيرة كالعادة مع كل انتصارات وبطولات نادينا العظيم آخر تعليق معايا عادل طه بيقول برضو مباراة أربعة تلاتة هو ده النهائي يعني اللي صعب يتنسي من أعظم النهائيات في مصر هو عايز يقوله هو ده نهائي يتنسي يعني طبعا أكيد محدش يقدر يعادل ينسى هذا اللقاء ولكن تاخدوا بالكو الستة واحد كانت في الدوري فالجمهور واعب وفاكر وعارب إن الكاس ما كانتش فيه نتيجة الستة واحد ستة واحد كانت في الدوري لكن لو على الكاس عندك باعة أربعة اتنين عندك تلاتة صفر عندك تربعة تلاتة ولكن طبعا جمهور الأهلي فاكر كويس جدا وحافظ كويس جدا وفاهم كويس جدا المباراة التاريخية اللي تلعبت ما بين الأهلي والزمالك نتمنى التوفيق يا رب في مباراة يوم الجمعة ولعل لو عصر تقلص بنفس النتيجة دي بقى فيها كرنفال أهدف للأهلي نتمنى بإذن الله الأهلي يتوق بطل الكاس مصر في المملكة العربية السعودية في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء